رومانسي يعني انت كتير بيقولوا ان انت رومانسي حاجات كتيرة بتكتبها كده رومانسية جدا لمراتك شايماء بتقولها مثلا فيه بوست كتبهولها اي نجاح بحققه ملوش طعم ارجوكو اي حد ما قطعش شرينه لان بصراحة كتب كلام رومانسي جدا اي نجاح بحققه ملوش طعم لو ما كتيش انت اول كتف بميل عليه وبسألك كطفل اي رأيك ايمانك بيا وقوتي هو اساس كل خطوة بخدها حدنك اساس تهوري ما بخفش من الفشل عشان حدنك موجود بدخل جوه حدنك وبنس فشلي بنس واجعي وبنس اخفاقي ايه يا ابني ايه يا ابني ده طب شايماء معينا على التليفون يا شايماء يعني مش عايزة الناس تقر عليكي مثلا بعد الشر وبيكتبلك ده الوقت ده بيكتبوا على فيسبوك كده عشان الناس والمعجبات ولا بيكتبوا ولا بيقولوا بجد اه لا يعني اعتقد ما بيقولوا بجد تسلح جدك تعتقدي تعتقدي بصي خلي بالك ده رجالك البيت اه لا لا هو فعلا بصي دايما من يد يعني بتجيله كده بعد فترة الشغل الكثيرة والضغطة يعني انه طبعا بيكون مش موجود خالص اه فلما بيرجع وبيخلص كده عارفة يعني بيحس بقى انه ايه يعني احنا مفتقدين وهو مفتقد البيت فدايما يعني دايما بعد كل حاجة كديرة بيجيله الاحساس داخل على جان بتحس بالزنب يا رياد بحس بالزنب بتحس بالزنب بحس بالزنب فيجيب لك هدية مثلا ولا يكتب لك على الفيسبوك هو كل موضوع بنتي انه بيكتب على الفيسبوك ولا على تويتر دي تبقى قصة مش لطيفة يعني لا 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 يعني مش فكرة هيغية بس عارفة فمس انه بتكون الفترة عارفة بيحاول بقى يستدير يلحق بقى الحاجات اللي فاتيتم هو مجهور وكده يعني اكتر انه اذا فيك والسي تاني يعني في المات معينا وعالولاد ومستافر وكده عشان هيغت فترة طويلة وصعبة وبعدين بيحاول يعوض يعني ايه اكتر حاجة بتحبيه فيه اه ايه اكتر حاجة بتحبيه فيه اكتر حاجة ما بتحبيهاش فيه اه ياسب فيه حاجة ما تتحبش اه وبعدين وبعدين لا يعني كل بني ادم فيه حاجة علوه حاجة وحشة لا لا مستي اه هو اياتي يعني اكتر حاجة بحاجة بحاجة فيه هو اولا هو كوميدي جدا كوميدي كوميدي جدا جدا يعني شخصه مثلي جدا في البيت يعني مهما احكيلك اه اه هو طيب يعني عارفة ايات كده يعني مثلا داخل شغل جديد بينكد عليكم مثلا يوحد شرب لي انا عايزة الشغل عايزة اذاكر مش عارفة ايه حافل علي الباب حاجات كده لا يعني مش بيقول كده بس بيقولها يعني بس هو طبعا بيبقى عتفاجه لأفكار وفي البابل بتاع طياز في البابل يعني كل شخصية بتطلع بشكل بشكل يعني اه اه ايه الشخصية بقى اللي عاشت معك في البيت شوية يا شايمات اه اه والله يا وفي كثير يعني يعني سيد العجاسي مثلا معاش معنا اذا فترة احنا كنا وقتها متجوزناش بس كنا مخطوبين طبعا دي دمرت خياتنا قريبا يعني فعلا شخص مرعب 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 يعني طب دلالالش حياني ماخدش بالو الا بعد لما خلص يعني عرفه حيانا دلالخلص يعني الموضوها ينتهى تماما من قطر الشخصية ما كانت تعبض ده في شخصية بتاعت دكتور دي اللي هي فيه فيه اللازرق ما كانش بيرجعلك برغب فيه اللازرق لا يعني لا الفترة دي كانت تتفقلك وتتفقلك وقتها قوي اه اه وكان كمان بيصور كذا حاجة فيعني كان فيه ميكس بقى كده غريب عرفه اه اه لو انت مين النهار ده مش عايزين نعرف تقول ايه لشايماء في برنامج انتو تلاتوا عليه موضوع السن ومش السن وقلت لها ايه و اتعجزي والناس فاكرا عارفة القصة دي اكيد انت يا شايماء عارفة اه اه ما استغربت اصلا من ردفها قال لك ايه ايه و اتعجزي مش مسموح لك تعجزي قال لي مش مسموح بس انا كنت منهار اصلا هم حتى في القدس وما طلعوش انا بجد كنت منهارة انا عارفة عارفة اتفكر في كل حاجة وحياتنا والولاد واهلي ومين عايش ومين ميك انا كنت منهارة ولما شفت نفسي فعلا انا شفت نفسي بشعة وكالي ايه اتشى بقى زيه انا مرعوبة يعني انا مش عايزة بقى تبقى صحفة مش في الشكل بس يعني شخت كده قوي عارفة انت لما شفت ده برنامج بيامل ميك اوب للفنانين والقصارهم ويشوفوا نفسهم بعد سنين طويلة لما شفت وشك بكل التجعيد ووش مراتك بكل التجعيد ايه مشاعرك؟ انا قلت لهم مش مسموحلك تكباري لانه اللحزة دي انه لما لقيت امراتي او الانسان اللي انا بحبها خايفة ومرعوبة فهو فكرة انه مش هتكباري وتكوني وحيدة مش هتكباري وتكوني مرعوبة مفيش حاجة تخوفي انت امانك مني انا انا امانك فمفيش حاجة ما تحسيش في لحظة انك هتكباري و هشوفك كبرتي و او يعني مش هتتغيري ان الناس كلها العالم كله مش هيعرف يشوفك زي ما انا شايفك اشتركوا في القناة